أعود مرة أخرى لدكتور حسن شحادة يعني دكتور حسن زي ما استمعنا طبعا من رؤساء الجامعات بأنه أصبحت ثقافة المجتمع الآن تتوجه أكثر نحو الجامعات التكنولوجية المرتبطة أكثر باحتياجات سوء العمل ده هميته ايه؟ طبعا الجامعات الأهلية والجامعات التكنولوجية أهم ما يميزها التطبيق العملي والتدريب العملي لأن الجامعات التقليدية فيها الجانب الأكاديمي متوفر جدا لكن القدرة على التدريب وقدرة على التطبيق والقدرة على ممارسة العمل واكتساب المهارات أثناء الإعداد الأكاديمي في الورش وفي المصانع وفي الشركات هو ده أهم ما يميزها الحاجة التانية أن ما يتقدمه هذه الكليات من برامج بيرتبط بحاجات سوء العمل المتغيرة حاجات سوء العمل المتغيرة سوء العمل بتتغير وليس تثبتها سواء على المستوى المحلي أو المستوى العربي أو المستوى العالمي فإحنا طبعا مش نفس على المستوى العالمي خلينا على المستوى العرب ومستوى اللوك المحلي بنجد أن البرامج لسوء العمل عاوزها اللي رجال الأعمال عاوزها زي زي قلت ريالة الأعمال وغيرها من الأعمال والهندسة الوراثية وعلوم الفضاء وكل هذه الأمور دي محتاجها سوء العمل اللي جاية في المستقبل فأصبح دلوقتي المهن لأن زكارة الجامعة بتعد الطالب لمهنة معينة فإن الجامعات التكنولوجية والجامعات الأهلية تعد الطالب لمهنة حقيقية موجودة في المجتمع يعني بيتخرج بيشتغل على طول بيشتغل على طول يبقى فيه ارتباط بين التعليم وبين العمل وده استثمار للدولة الدولة ما بتنفق على التعليم وبعدين ما تعينش الخارجين بتهدر قيمة الخارجين وتهدر قيمة المال اللي بتصرفه على التعليم والجامعات التكنولوجية كالصير الجديدة والجامعات الأهلية كالصير الجديدة منها جامعة الملك سلمان وما أدراكها ما جامعة الملك سلمان كل ده بيقدم في شرم التعليم أيها فده بيعتبر زخم ده بعلم ابني أو بنتي أما الطالب يتعلم مثلا على سبيل المثال فكلية من كليات الهندسة علوم نظرية وكلام ممتاز يعني كلام أكاديمي بحث بقى لكن غير زميله بقى تجمعها بدون ذكر الأسامي بياخد التطبيقات والتدريبات واكتسب المهارات وبيمارس وبينزل للعمل فده أما ينزل لسوق العمل يبقى أصلح من غيره لأن هو يا أستاذة خلود أصبح يكتسب المهارات والقدرات اللي لازم الرسول العمل فأنت كصاحب عمل تأخذ هذا الخليج تعينيه قبل ما يتخرج ولذلك بتوقيت الجامعات التكنولوجية بيتم التعاقد معهم إن شاء الله قبل ما يتخرجوا صحيح